ما أشبه اليوم بالبارحة حكومة تتشكل من رحم المحاصصة التي تجري خلف الكواليس ثم ما تلبث الخلافات أن تطفو على السطح والسبب كما جرت العادة حصة هذا الطرف أو ذاك ممن يرون أنفسهم أنهم لم ينالوا نصيبهم من الكعكة ورغم أن لعبة الترشيح عبر البوابة الإلكترونية التي ابتدعها رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي قد انطلت على البعض ممن يصنفون أنفسهم بأنهم مثقفين والتكنقراط قبل أن يعودوا من أحلامهم الوردية بخفي حنين لكن الصدمة الأكبر جاءت من التشكيل التي فاجأت حتى شركاء العملية السياسية ويكفي أن تعرف أن وسارة مثل الثقافة رشح لها شخص لا يمتلك أي مؤهلات وليس له أدنى علاقة بالوسط الثقافي وقس على ذلك باقي الحقائب الأربعة عشر التي مررها البرلمان لاعتبارات محاصصية ورفض أخرى لنفس الاعتبارات الانتقادات لتشكيلة عبد المهدي توالت من شركائه بمختلف توجهاتهم ولعل أبرز تلك الانتقادات جاءت من رئيس اتلاف الوطني عياد علاوي والذي قال إن صورة السوداء القاتمة لا تزال موجودة في العملية السياسية مشيرا إلى أنها أفرزت الطائفية والإقصاء والتهميش علاوي شدد على أن العملية السياسية في العراق أسقطت منذ فترة طويلة بعد أن قامت على التزوير والتلاعب ووصلت حاليا إلى طرق مسدودة في السياق ذاته قال النائب السابق جاسم حمد جعفر إن الحكومة الجديدة خلت من الوزراء المستقلين بعكس وعود عبد المهدي في حين ذهب النائب السابق رحيم الدراجي إلى القول إن المنهجية والعقلية التي حكمت العراق طوال 15 عاما حولت المناصب والوزارات إلى إقطاعيات ولم تبني دولة مؤسسات ليصل العراق إلى ما هو عليه اليوم ولم تقتصر الانتقادات الموجهة إلى العملية السياسية على الداخل العراقي بل توالت من اتجاهات كثيرة حول العالم ولعل آخرها ما ذكره موقع ميل إيست البريطاني الذي قال إن الرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان الحاليين يعتمدون مبدأ الانتهازية السياسية في تعاملهم مع طهران وواشنطن وكما هو معروف فإن هتين العاصمتين هما من ترسمان خريطة الوضع السياسي الحالي في العراق وهم من أوصلتاه إلى هذا المستوى الكارثي